لكم نهاردة كده بخبر مش لذيذ بس لازم تعرفوه الحلقة اللي فاتفنا احنا اتكلمنا كتير ان الدراسة في ألمانيا عشان تيجي تقدر السوابك عليه والسنة الحضرية ماجستير لازم توفر في السفارة الألمانية 3 حاجات كمصدر تمويل للدراسة بتاعتك اما حساب مغلق انك تعمل حسابنا في ألمانيا بمبلغ معين والمبلغ ده انت بتحطه مرة واحدة في ألمانيا وبينزلك كل شهر جزء منه لمدة 12 شهر اما في شخص هنا في ألمانيا الشخص دوت معي دخل ثابت يقدر بي يروح للمكتب الجانب ويعملك ورق الضامن في ألمانيا عشان تعرف تقدمها للسفارة في الفيزا بتاعت الدراسة حل الثالث انك انت تيجي بمنحة دراسية كل ملحة دي نازم تكون ممولة بالكامل على الاقل اول سنة اليك تكون مغطية كل التكاليف المكافأة لحساب المغلق فدول تلال حاجات اساسيين لازم حاجة منهم تكون موفرها لما تيجي تقدم على فيزا للدراسة في ألمانيا كلنا عارفين ان حساب المغلق كمته كانت سابقا 11 208 يورو لازم تعمل لهم بلوك دي هنا في ألمانيا تحطاهم في بانك في انتيبة على سبيل المثال وانا سيب لك كمان رابط الفيديو ازاي تعمل حساب مغلق والرابط بتاعه انك توصل ازاي للمواقع وتعمل حساب مغلق وتسجل مع مواقع في انتيبة كل دورت في الوصف الفكرة بقى ان المبلغ نفسه كان 11 208 يورو وكان بينزالك في الشهر 934 يورو عشان تقدر بي يوم تصرف عن نفسك لكل الناس اللي كانت بتقدم وانا كان جالي خبر امبارح بتاريخ خمسر سابق ان قيمة الحساب المغلق تم التعديل عليها وانا بصراحة اي خبر بيجيلي بحيب ان انا الاول اروح على مواقع السفار الالمانية في القاهرة واتحقق من صحة الخبر ففعلا روحت على مواقع السفار الالمانية في القاهرة ورحت كمان على القسم التأشيرات الوطنية اللي فورت 90 يوم روحت بعد كنا على قسم الدراسة تأشيرة الدراسة ودخلت جوا نقيت فيه تعديل في شهر سابعة فعلا الفين واربعة وعشرين وهقراركو بالزبط المكتوب بالنص اثبات مصدر تمويل الاقامة الاقامة في المانيا يتعين ان يتوفر لديك مبلغ 992 يورو شهريا بحد ادنى يعني شهريا بحد ادنى 992 يورو وعند التقدم بطلب التأشيرة يتعين ان تصبت توافر بحد ادنى مبلغ 11904 يعني ليس ١١٢١٢ بقى دلوقتي بقى المبلغ ١١٩٣ يورو كافية لمدة عام سواء من خلال الحساب المجمد او من خلال كيام احد الاشقاص المكيمين بألمانيا بدء اكرار رسميا بتحمل النفقات يعني اما حساب مجمد اما ضامن مالي بتحمل النفقات اللي احنا قلنا عنها ١١٩٤ يورو دلوقتي فللأسف المبلغ بتاع الحساب المغلق تم تعديل عليه ويبقى دلوقتي ازيد وده يعتبر شيء منطقي شوية لان حتى الحساب المغلق ليه البحث عن العمل ١٢٢٤٤ يورو البحث عن العمل نفس القصة اللي بتيجي هنا بيبقى اكتر فالدراسة كان انا متوقع انهم هيزودوه بس هيزودوه امتى لا كنتش عارف صراحة يعني حتى في ناس كنين بسألتني وكنت عملت الفيديو سابقا من شوية عن هل فعلا تم تغيير كيمة الحساب المغلق بالنسبة للدراسة وجوابت اكوا في الفيديو دلوقتي ما تغيرش وللسا هي ١٩٤٤ ولكن تم التغيير دلوقتي بقت ١٩٢٢٢ فبصراحة انا حزين ان طبعا كل ما بيقى مبلغ ده بيزيد ده معناه ان الموضوع بيبقى اصعب واصعب على كل الناس اللي بحبهم وعايزين يسافروا الفترة دي المانيا يدرسوا ويخلصوا دراساتهم ويستقروا في المانيا كل ما بيزيد الحساب المغلق كل ما بيبقى الموضوع اصعب واصعب على كل الناس اللي بتفكر انها سافر للمانيا عندي دلوقتي اثنين سيناريو اتكلم عني اول سيناريو وهو الاشخاص اللي كانوا بيقدموا الفترة ديت وخلاص قدموا بالحساب القديم اللي هو ١١٢٠٠٨ هل محتاجين انهم يعملوا اي حاجة زيادة؟ بص يا سيدي انت خليك زي ما انت كده مقدم فقشانهم فهم لا يبصرون من غير اي تعديلات من غير ما تسأل السفارة لو هم السفارة محتاجين منك حاجة زيادة هيطلبوا منه لكن انت مش بنفسك تروح وتقول لهم انا عايز ازود حساب المغلق او القصة ديت انت لو فيها اي حاجة مطلوبة منك هيبعتول لو هي الفيزا بتاعتك عشان تخدها واقفة على قصة بس انك تزود حساب المغلق هيبعتولك وتقدر ساعتها تحول جزء يعني بسيط زيادة بحيث ان هم يعملون لهم بلوكد كمان في انتيبة وتقدر تعدل الموضوع ديت في اي وقت زي ما انا قلت في حلقة الحساب المغلق اللي انا اكلمت فيها قبل كده عن تعديل المبلغ ممكن تعديله في اي وقت وتعمل لهم بلوكد تاني تجيب لهم تأكيد بالبلوكد تاني وتقدم التأكيد ديت ليهم في حالة بس ان هم طلبوه ما تعملش اي حاجة تانية غير كده حالة الناس بان بيقدموا الفترة ديت ودول اللي بصراحة صعباني عليها شوية لان هم يعني الموضوع ديت تم تعديله في وسط التقديمات يعني في وسط ما انت بتقدم الموضوع دوت اتعدل فبصراحة حاجة رخمة انا انا حاسس بيك حاجة رخمة لان انت بتقدم دلوقتي واعمل حسابك على مبلغ معين مرة واحدة لقيت فيه 700 يورو فرق مش احصل حاجة بس هي موضوع مكشي غير انك انت لما تقدم بجديده على دلوقتي الموعيد اللي بعد الفيديو دوت او بعد 15 سبعة لازم تقدم قيمة حساب المغنق لازم هما كاتبين هنا على موقع السفره 11904 يورو لازم تقدم الرقم دوت عشان يقبلوه في TLS CONTACT برضو ممكن تحاول بشكل ما انك تروح لTLS CONTACT وتسألهم هل اقدم دلوقتي بالمبلغ الجديد او لا بس انا بقولك مدام السفره نزلت على موقع بتاعها دلوقتي المبلغ الجديد دوت 11904 يورو انا معناه ان اي حد هيقدم بعد كده لازم يلتزم بالورقة ديت والتغيير اللي حصل في شهر سبعة بالزبط في 15 سبعة وعشان كلا كل الناس اللي بتقدم الفترة دي يا ريت تاخد بالك من النقطة دي كويس لان لازم لازم تقدم اثبات بحساب مغلق 11908 يورو بعتذر ان الخبر ده مش احسن حاجة انا عارف بس انا لازم اقوله لك عشان بتاخد بالك من النقطة دي وكل ناس تعرف دلوقتي ان حصل تعديل على الحساب المغلق عندك اي اسئلة اكتبالي في كومنتات نتناش مع بعض لو فيها اي خبار جديدة حصلت اكيد 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 هنزل لك اول باور يا رب يكون المعلومات ديت اضافت لك شيء حتى لو انت مش مهتم بالتقليم للدراسة برضو تبقى عارف المعلومات ديت هتهم ناس صحابك او ناس اصدقائك مهتمين بالدراسة كل دوت بيبقى يعني في حصيلك معلوماتك اثناء السفر لعلمانيا حتى لو انت مش جاي على الدراسة ولا بحث عن عمل ولا بطاقة فرصة ولا القصد زي كلها ممكن برضو المعلومات ديتهمك كل التوفيق اكيد متمنى لكل الناس اللي بتقدم الفترة ديت معاكم اول باول وما تنساش بقى لو توصلت الحتة ديت للدعم الجميل من لايك والاشتراك في القناة فعل زر التنبيه عشان يوصلك دامان كل جديد ان شاء الله على خير سلام اكدع ناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة